ألف من يوم مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي كلها التأهل لنهاء دوري أبطال أفريقيا للسنة التانية على إتوان النادي الأهلي بينجح في تكرار الفوز على الترجي التونسي بس مش بواحد ولا اتنين ولكن بثلاث أهداف نظيفة في مباراة ربما البعض تخيل في بداية أنها تكون صعبة جدا جدا عن نادي الأهلي ولكن أكيد بعد ركلة الجزاء وحالة الطرد اللي أصابت إلياس شتي الظهير الأيصر لنادي الترجي مرة بعدها خلاص بقت أشبه بالتأسيمة للنادي الأهلي في كل أحوال احنا مبسوطين طبعا سواء كانت مباراة مصيرة أو مباراة تأسيمة مهم في الآخر أن بطل مصر ونادي القرن في أفريقيا سعد لنهائي دور الأبطال عشان يقابل إن شاء الله فريق كايزر تشيفز مبدئيا يوم 17 يوليو اللهم إلا إذا اتفق الفريقين هم يقدموا المباراة عشان موضوع طبعا الأولمبياد خصوصا أن ظروف المنتخب المصري الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي متشابهين المنتخب الأولمبي المصري عنده لعبين في النادي الأهلي والمنتخب جروب أفريقيا الأولمبي عنده لعبين في كايزر تشيفز وبالتالي لما يبدروا المباراة ربما يدي مساحة للعبين هم ينضموا للمنتخبات خصوصا أن هم هيروحوا ناكفة في القاعة طبية في طوكيو وهيبقى صعب جدا على اللعيه وبعد كده أن هم ينضموا ينفعش تروحوا باعثة أولى وبعد كده تودي ناس تانية مش ينفع لازم الناس تروح مرة واحدة وبالتالي فجة نوزي ربما يوافق الكاف أن هو يقدم المباراة يومين أو ثلاثة أيام عشان يساهم في المعاضلة دي تعالوا بقى نتكلم على المباراة وإزاي النهاردة بيتس موسماني ومعين شعباني بدأوا المباراة طبعا هنقسم مباراة إلى شكين شك الأول لغاية رقلة الجزاء طبعا الصحيحة 100% وحالة الطرد صحيحة 100% زي ما قانون الكرة بيقول حصل بعض الجدل على طرد إلياس شتي إن هو هنا بيتم توقيع العقوبة السلسية لا القانون بيقول إذا في حالة أن اللاعب منع لاعب أو مهاجم من فرصة تسجيل هدف مؤكد داخل مطارة الجزاء يتحسب رقل الجزاء ولابد من طرد اللاعب اللي تسبب فيه المخالفة وده الأمر اللي بينطبق على الواقعة إلياس شتي مع طاهر محمد طاهر في منتصف الشوت الأول فاحنا هنقسم بقى المباراة على جزء الجزء الأول ما قبل رقلة الجزاء والجزء الثاني ما بعد طبعا رقل الجزاء الفعلا ما كانش فيه أي منافسة معين شعباني وخلوني أبدأ بيه هو الراجل اللي جاي ضيف ومغلوب في مطش الزهاب في رادس 1-0 وعنده غياب قوي يعقوبي غاب المساك الأساسي بتاعه جنب عبدالي بدران بسبب إصابته بكورونا نتمنير طبعا الشفاء وربنا يشفيه ويرجعه لفريقه وبالتالي اضطر ان هو يعمل تغيير فيه تشكيل أساسي إطراريا بسبب العياء ده وينزل خليل شمام طبعا المدافع الكلاسيكي للترجي كان ظهير أيصر لفترة طويلة وبعد كده لعب مساك وخليل شمام تولى مسؤولية المساك الثاني جنب عبدالقادر بدران التغيير الثاني اللي عمله معين شعباني في فرقته انه تخلى على المهاجم الصريح عبدالباسط ويدخل تجاي الوينج رايت دخله هو مهاجم صريح وينزل من بداية المباراة أنيس البدري عشان يحاول ان هو يعمل ضغط هجومي عن نادي الأهلي من الجنبين بقوا طرفين سراع شوية أنيس البدري وينزل حمد والهوني في الجبهة اليسرى وينزل بدري في الجبهة اليوم عن ناحية التانية بيتسو موسيماني لعب بنفس التاكتك وبنفس الفورميشن اللي بدأ به مباراة رادس الاربعة تلاتة اتنين واحد لاجل مع بعض التغييرات اللي عملها نزل مجدي أفشة من بداية المباراة شال صلاح محسن ويودى طاهر على اليمين واساب أفشة على الشمال ويأبقى على السلاسي خط الوسط زي ما هو عمر السلية والديانج وحمد فاتحي عشان يقفل عمق الملعب لنادي التراجي وجهة نازل الشخصية طريقة نازل اهل باربعة تلاتة اتنين واحد في مباراة الاياب ربما خلته يقع تحت الضغط شوية ليه؟ لان طبيعي جد نازل التراجي عشان النهاردة هو مغلوب ماشي ازاي بدأ النهاردة اللعيبة يعملوا أوف سايت تراب او مسات تسلل من نص ملعب ليه عشان يعملوا الهاي لاين ديفنس ويبدأوا يضغطوا على نازل اهل ويزقوه خارج منطقة الجزال وبالتالي فاكد انك تلعب بثلاث لعبين خط الوسط وربما تساعدك ان انت تقفل منطقة عمق الملعب ده صحيح ولكن هتفقدك الاستحواز صعب جدا جدا ان انت تنقل الكرة بسهولة على ملعبك ووسط فريق ضغطك بهذا الشكل عشان هو عايز يرجع في نتيك وبالتالي شوفنا بالتالي المباراة فيه افضلية طبعا واضحة لنجر التراجي والاعتماد على جبهة حمد قلهوني وإليا الشتي اللي اتكلمنا عليها كتير في مرات الزهاب رفتكرو اقوى جبهة في الترجل سنائي ده الياش شتي وحمد قلوني سنائي قوي جدا وبدأوا يحاولوا يضغطوا بشكل قوي على اكرم توفيق في وجهة نازل اكرم طفيق وكان برضه عنده بعض المعاناة في المسندة الدفاعية لان الطاهر لحد ما ما قدمهاش بالشكل اللازم في الشوط الاول ولكن طاهر ربما يكون اي شيء عمله اتغفر له بسبب ركلة الجزاء الادري تحصل عليها ولكن تغييره ما بين الشوطين كان تغيير منطقي عشان الحتة دي فعلا كان فيها مشاكل عند اكرم طفيق كان في ضغط كبير عليه جدا وحمد رهوني فعلا قدر في كورة ان هو يختارك من الجبهة دي ولعب كورة عرضية بس الحمد لله ان الدفاع قدر يشتتها ففجة التلاجي ان انا احاول اضغط النادي الاهل في نص الملعب اطرده برا نص ملعبي تماما وانقل الكورة على اكرم طفيق وعشان احطه في موقف اثنين على واحد طبعا الحمد فاتحي وقاليو ديانج وعمل السرائي كان بيحاول واحد منهم ان هو يساعد اكرم طفيق لو طاهر محمد طاهر ما اقدرش ان هو يلحق يرجع يساعد وبالتالي شفنا ان معظم لعب الشوت الاول كان متركز على الجبهة اليومنا للنادي الاهل اقضى فيه نجح في بعض الكورات وما اقدرش ينجح في بعض الكورات قدام حمدو الهوني النادي الاهل بقى هجوميا كان عايز يعملي او ايه فكرة الكبيت سمو سميني بيحاول يطبقها نفس الفكرة اللي حاول يطبقها في ماتش رادس في الشوت الاول لا تفتكروا حلقة تريند يلا كورة محل لنا المباراة انا عارف طبيعي جدا ان الترجع هيجي هيلعب لي الاتنين المساكين هيبقى في الحتة دي وبالتالي هيبقى في مساحات شسعة في خلف المدفعين دي عشان اوصل للمرحلة دي لازم اقدر استخلص الكورة بشكل جيد هنا هو واقدر اعمل التمريرة الطولية لمحمد شريف او طاهر محمد طاهر او اي او حتى ايه بمجدي افشة اذا اختراك من عمك الملعب بس فكرة مجدي افشة طبعا عايز احقول لكم برضو الدول كان بيعملوا مجدي افشة سواء هجوميا وتفعيل ان كلنا بنقول مجدي افشة ما بيقدرش يلعب على الطرف زي ما بيلعب فيه العب لكن هجوميا ان الاهلي كان بيحاول يعمل ايه كان بيحاول ان هو يفض المساحة دي او يقطع الكورة من الترجع وهو بمعظم لعبيه في نص ملب عندي ليه عشان الحق استغل المساحة الفاضية ومعظم لقيت الترجي متقدمين للهجوم ان هم طبعا عايزين يعواضه نتيجة الزهب وبالتالي احد الكورات دي قدر خط وسط الناد الاهلي يحط طاهر محمد طاهر في انفراد في الشوط الاول وطبعا الياش شتي مقدرش غير ان هو يازم يشده عشان يمنعه من خلاص الجون شكرا الترجي هيخش في جون من الناد الاهلي تاني يبقى هنا مضطار ده هو يجيب هدفين عشان يتأهل وبالتالي قرار حكم اليوميانت وقرار طبعا حكم الفار دوان جيد المغربي كان قرار جيد مليون في المية وايه حسب ركل الجزاء للناد الاهلي وطرد الياش شتي زي ما شرحت فكرة افشا والطرف وازاي النهاردة اعالجها باني مما اضغطش مجدي افشا في الرجوع كتير بيتس موسيماني يتعام معها زي بيتس موسيماني يتعام معها ببساطة بشكل اشبه من مباراة الزهاب في رادس لما افشا نزله وهي فكرة ان عالي معلول مايتسابش لوحده في خط او في الجانب الايساء كان بيتطلب من عالي معلول انه يتقدم شوية بحيث انه يضغط من اهو وايمن اشرف يرحل سنة لليسار ويخش حمد فاتحي بدور اجبة بدور المساج عشان يقفل عمق الملعب وما يسيبش مساحة او فجوة ما بين الفول باك وما بين المساج وطريقة لحد ما كانت ناجحة جدا وبالتالي حتى شوفنا الترجي ما بيحاولش يروح يهجم من جبهة عالي معلول عشان هو عارف ان الجابهة دي بتتقفل بشكل جيد جدا وبالتالي انا مضطر العب على اليمين اكتر ما لعبت على جبهة انيسة بدور اللي برضو بصراحة كان حظه سيء جدا 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 انه هو بعد حالة الطرد كان خيار معين الشعباني عشان يخرجه وينزل لعيب يثبط له التشكيل بعد حالة الطرد الحصل وبالتالي طبعا بعد حالة الطرد ناجد الاهلي خلاص لقى بسهل ان فيه لعب خرج برا التشكيل وبصراحة مجموعة الاهلي او مجموعة العبت الاهلي الحاليين من الصعب بل من المستحيل انك تواجههم وانت ناقص لعب صعب جدا 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 ان انت الاهلي بيضغط وانا الاهلي بيقدر يستخرس منك الكرة بشكل خوى جدا ده شوفناه في شورت تاني شورت تاني النادي التراجي حاول على قد ما يقدر هو يعني يوازم ما بين الدفاع والهجوم لكن لما بدأ ده شورت تاني كان فيه مساحات شاسعة تماما قدر محمد شريف افضل مهاجم راس حربة بيختارك ما بين اتنين مساكين يستغلها بشكل كبير جدا وكم منفرضات سنح للنادي الاهلي لان طبيعي وفي الاهلي فيه لعب اسمه ما بدي افشا يقدر يديه كل ديه اسست وشوفنا الاسست اللي ده محمد شريف الاسست اللي ده لحسين الشرحات لما لزل كان سهل جدا جدا هو يعمل الكلام ده في اي وقت وما قدرش نلي التراجي يزبط الدفاع بتاعه الا بعد نزول تجاي المدافع اللي لزل حد ما زبط موضوع الدفاع في اخر تلتة ساعة وكان خلاص يعني اعتقد معين شعباني عارف ان هو خسر مباراة وكان بيحاول هو ما يخرجش بنتيجة افقل من 3 صفر عشان ما تتحولش مباراة لفضيحة زي مباراة النجم الساحية وتفتكره ستة كنين في دور الابطال من حوالي ثلاث سنين وبالتالي الجزء التالي من المباراة مباراة مفتوحة النادي الاهلي قدر ان هو يخترق عمك ملعب التراجي ليه عشان مع محمد شريف ومعاه لعب زي مجدي افشا وبالتالي صار المنوال ده كوبيو بيست منه في الهدف التالي وهي الهدف التالي لما حسين الشرحات نزل كبديل ده كان تحللنا النهاردة لمباراة الاهلي والتراجي تاني الف مليون مبروك للنادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي التأهل ده والأطال هتمنى على مصطوع شخصي عدم المبالغة في التقليل من قدرة النادي كايزر تشيفز اللي قدر يتغلب على النادي الوداد في مجموع اللقائين ويصعد حتى ايفل لو كان بيدافع اوكي ده اسطوبهم ده طريقتهم يديد عدم التأهل منهم يديد عدم المبالغة في الاحتفالات وان شاء الله نحتفل كلنا بعد الفاينال يوم مبدئيا يوم 17 يوليو الا اذا تم تقديمه بعد الايام شكرا جزيلا ليجون كنت معاكم كريم سعيد اشتركوا في القناة